اهلا بكم استكمالا لموضوع الكابلات اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل كبهوت هنبتدي برضو نتكلم النهاردة عن نكمل بقى موضوع الكابلات اللي احنا كنا تكلمنا عليه ان شاء الله باذن الله هنخلص المهاردة ان شاء الله الشرطر بتاع الكابلات و احنا كنا في المحاضرات اللي فاتت كنا قلنا طبعا ان الكابل ده من اهم المميزات اللي فيه هو عامل السفتي او عامل الامان اللي احنا كنا بنقدر نموفره تمام كده هو طوي خصوصا لما نتكلم ان احنا عايزين نمد ترانسميشن باين في منطقة مكتزة بالسكان فالكلام دوت مش هينفع طبعا ان احنا قدر نعمله ولكن لقينا ان الكابلات بتبقى اكثر امانا عشان الناس وطبعا كنا اتكلمنا على العوامل الاقتصادية والفنية اللي دخلة في الموضوع زي تكلفة الموصل وتكلفة العازل و كنا برضو اتكلمنا ايضا كلنا عارفين ان اي حاجة زي كده برضو بقى فيه تكلفة برضو حتى في التركيب نفسه بقى فيه تكلفة كنا اتكلمنا على الكلام دوت تمام كده هو و كنا اا كمان اتكلمنا على انواع الكابلات و قسمناها لعدي تقسيمات و كنا قلنا ان في منها كابل و في منها تمام و قلنا برضو ان في تقسيمة تانية كتبتتم على حسب المواد العزلة و في تقسيمة تانية كتبتتم برضو على حسب الجهود المستخدمة كنا قلنا من امثلة الكابلات اللي هي اا تستخدم فيها او من امثلة المواد العزلة زي ايه كابلات الكابلات الورقية و كنا اتكلمنا على الكابلات المشابعة بالزيت و كنا اتكلمنا على الكابلات اللي هي اا نستخدم فيها عوازل زي البولي فينيل كلورايد و كنا اتكلمنا على عوازل تانية زي البولي اسلين التشابكي اللي هو اكس البي ايه وكنا اتكلمنا عن مطاط لو احنا هنستخدمه كعازل وكنا قلنا ان احنا برضو قسمنا الكابلات ديت لكابلات الجهد العاني او الجهد الفائق يعني اللي هي high voltage cable وقلنا ان احنا فيه عندنا medium voltage cable وفيه قلنا ان احنا عندنا low voltage cable تمام كده هو وكنا قلنا برضو ممكن يتكلم على الكابلات كتأسينات ان احنا عندنا ايه ان احنا عندنا كابلات تستخدم في نقل وتفزيع القوة الكهربية وفيه كابلات تانية كده تستخدم فيه التمديدات الكهربية وفيه كابلات كده تستخدم فيه كابلات بحرية عشان لو هنعد بحر طبعا ولا حاجة ازا كده فرزم الكابلات دي تتمتع بمصفات خاصة وكنا قلنا ان فيه كابلات كابلات برضو للمنشآت الصناعية وقلنا ان فيه كابلات للمصانع اللي هي بتاعة الكيموية والبترو كيمويات على اساس ان احنا ايه لما يكون عندنا هذه النوعية طبعا ايه يعني بالرعي او في الكابل ان هو ما يكونش يعني لو فيه مواد كيمويات يبقى الكابل ما يتكلش نتيجة لتأثير الكلام ده تقوله وتكلمنا برضو على حساب معاملات الكابلات تكلمنا على مقاومة الموصل ومقاومة العزل وتكلمنا على الاندكتنس وتكلمنا برضو على الكاباستنس تمام كده هو واستكمالا للموضوع بتاع الكاباستنس ده هنبتدي نتكلم على الجرادينج كيبل تمام؟ بنقول ان الجرادينج كيبل هي عبارة عن بروسس الغرض منها ان احنا نوزع الالكتروستاتيك سترس على الكيبل ماشي فيه نظام ايه متازن او كده هو يعني هي بروسس تو اتشيف منت زي اونيفورم الكتروستاتيك سترس انزا بايلكتريك كيبل تمام؟ وكننا قلنا ان احنا برضو في عندنا بيبقى عندنا جرادينج ماكسيموم وفي جرادينج منموم وكننا قلنا ان جرادينج ماكسيموم ده بينشأ لي اه على عند بداية او عند نهاية الكوندكتور والمنموم جرادينج ده بينشأ عند اخر مستوى في طابقة الانترشيس او طابقة الشيس وكان طبعا التغير في الجرادينج ده كان كبيرة او الفرق ما بين جرادينج ماكسيموم كانت بتيبقى كبيرة عشان كده احنا ايه عايزين نتغلب على هزي المشكلة او هزي الظاهرة لما نحب نتغلب على هزي الظاهرة هنتغلب من خلال ايه هنتغلب من خلال اما ان احنا نعمل كباستانس جرادينج او انترشيسنج جرادينج ماشي؟ طيب تعال بص بقى نشوف القصة دات ما بعد اتباع اعمل ازاي الكباستانس جرادينج هو ان احنا على طول هنعمل ايه ده الكوندكتور بتاعي بتاعي هنحط مسلا ماتيريا المعينة هنا هوا اللي هي لها دايلكتريك استريس معين وبعدين نحط لير وبعد كده هو اه برضو اه مادة تانية ووادي الانترشيس تاني وابو لير تانية وبعد كده مادة تالتة وهكزين عشان نعمل لعملية توزيع للكباستانس الموجودة ونحاول نحافز على ثابتها او نحاول نقلل بقدر ان كان الموضوع بتاع الجي ماكسيموم ان هو يفضل ونستقر وثابت ما يبقى ايباش فرق كبير قوي مبين قيمة جي ماكسيموم و جي مينمو فاذا الكباستانس جريدينج لو احنا حبنا نعرفه بنقول انها عبارة عن مينمو... تكون انه واحد على ابسلون واحد دي واحد هي هي الواحد على ابسلون اتنين في الدي اه واحد بتساوي واحد على ابسلون تلاتة في الدي اتنين الطريقة دي هي العيب الرئيسي اللي فيها اللي هو موضوع التكلفة طبعا بتبقى اعلى شوية بالمقارنة بالايه بالكابلات العادية اه لو حبينا برضو نشوف موضوع الانترشيسنج دول وحبينا نحسب الجهود هنلاقي اه الجهد نتيجة الاوليني تمام كده هو هيقبى في واحد مقسوم على اه دي على اتنين لوج دي واحد على دي اتنين وبرضو بتاعتها تقبى دي واحد على اتنين اللي هي بتساوي لوج اي في دي اتنين على دي واحد والفي تلاتة بتساوي دي اتنين لوج دي على دي اتنين لو حبينا نشوف هذا الكلام يعني نقدر نمس الموضوع ده كأن بين اه اه ادي الماتريال اللي انا حطيتها عشان احسن بها الديالكتريك مسلا هتقبى وليكن هنا هو بين في بين الزيرو بين من برا خارجيا يعني دي لها ابسلون ودي لها ابسلون ودي لها ابسلون وديات لها ابسلون يبقى اللي احنا اصيه في هو ما بين والانرشيسنج وبعد كده بين وفي اتنين هي ابا برضو بين الاولاني والانرشيسنج التاني اللي هو هي ابا قريب منين من الموضوع يعني دي عندنا هنا جزئنا هو الميتالشيس الميتالشيس الموجودة احط هنا دايالكتريك متيريال معينة وبعدين احط هنا دايالكتريك متيريال التانية ولي احط هنا دايالكتريك متيريال طب حيث ان انا احاول اوزع الجهر على اه اه توزيع منتظم على المجال اه زي الشكل اللي احنا ايه اللي احنا شايفين مثلا طيب احنا لو بصنا على لو انا عندي اه البلت كيبو مسلا على سبيل المسال بقى فيها طبعا ايه تلاتة كور طبعا ادي الكور الاولاني وبعدين ادي الكور التاني وبعدين دوت الكور التالي طبعا هعارفين لو احنا نتقلل على كاباستنس يبنا الكسة نفسها اه ان الكاباستنس اللي عندي دايما هو ايه احنا اتعلمنا اه ان الكاباستنس دايما بيقى هو عبارة عن اه اي كوندكتور وكندكتور وبينهم واسط عازل بيبقى الكلام دوت بالنسبة لي يمثل ايه يمثل كاباستنس طيب يبقى معنى كده ان بين الكندكتور الاولانة مثلا لو قولنا انه دوت هو الكندكتور نانبر مان Şeyببقى Fairy يبقى بين الكندكتور الاولاني والكندكتور التانى杵 فيde Thats تمام؟ وهنا لичноى بالرمز CS وبين الكندكتور دوت والكندكتور دوت هيبج فيde كاباستنس برضو تانية وبين الكندكتور يندق بعض Courtney الماتريا الموجودة هيبا produto دوت c وبرده هيبا بين الكندكتور دوت الكندكتور دوت هيبا فيه c ا entities جديدة قايا تشاهدون كده كاين كاين TEAKA مثل كمان اضافة لكده بما ان ي tiene INTERCHESE هنا هو الانترشيس اللي قادامنا دوت اللي هو الجزء فيها ث psychiatric وبين الكندكتور دوت هيباوبينه وبين الكندكتور دوت هبابو وبينه وبين الكندكتور دوت يبا فيه كباستنس او الارث يعني لو قلنا انه دوت هو الارث بتاع الكابل يبا فيه كباستنس هنسميه سي ايه زي ما احنا شايفين ودوت يبقى شكل الكباستنس اللي هي موجودة في الايه في الكابل عموما يعني تمام فطبعا انتوا عارفين ان احنا ايه نقدر بسهول او نحول اه عشان نجيب الاكويفلانت كباستنس نقدر نحول الدلتا ديت نقدر نحولها لستار وطبعا كلنا عارفين قوانين التحويل اللي هي لما حب احول يكون عندي دلتا وكلهم الدماغ دي يبقى عرصول كيف ان انتبتعيتهم في كل واحدة ستار هتبقى ادها كم مرة ادها تلات مرات يعني بمعنى كده ان اممكن استبدال الدلتا ديت بكابل بكباستنس متوصلة ستار هتبقى بينها وبين كده هتبقى هنا في سي اس هتبقى كيم هتبقى تلاتة سي اس كده فيه تلاتة سي اس بين ميوترال والجزء ده وتلاتة سي اس بين ميوترال والجزء ده هو تلاتة سي 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 وادي الشيسة هوت هيبقى عندنا معها ان ايه انشير انشير طيب في مسألة هنا بيقول لنا ايه ان احنا عندنا سنجل كور كابل سنجل كور كابل دوت الفولت المسلط عليه ستة وستين كيلو فولت بيشتغل على تلاتة في السيستيم وديامتر بتاعت الكوندكتور بتاعته باثنين سانتي والشيس انسايد اللي هو جوه برضو بيبقى دامتر بتاعته بخمسة وثلاثة من عشرة بيقول لنا لو استخدمنا تو انترشيس ار انترويديوز ماشي عشان ايه؟ نستخدم انترشيس عشان نحسن العلاقة اللي بتربط ما بين الماكسيموم والمينموم بتاعت جرادينج وكده هوت او بتاعت السترس يعني فبيقول لي فايند زا بوزيشن اف انترشيس احنا يعني هو في الطبيعي ان انا طبعا بيبقى عندي الكوندكتور وبعدين مادة عزلة وبعد انترشيس لا هو يحط كمان انترشيس في النص فهو بيسألني وبيقول لي يا طرى احط الانترشيس في انه مكان بالزبط تمام تاني حاجة بيقول لي اللي هيبقى على الانترشيس ده هيبقى ده كل انترشيس من الانترشيس الموجودة عايزين نحسب الجهد بتاعه بالاضافة لكده بيقول لي كمان نتيجة ان احنا استخدمنا التو انترشيس دول يا طرى الماكسيموم سترس والمينوم سترس اللي هو الماكسيمين جرادين والمينوم جرادين هيبقى مجدره اديهم طيب ايبقى كده من المسألة هيبقى ده امتر بتاع الكوندكتور كان باتنين سانتي ده امتر بتاع الانترشيس بخمسة وثلاثة من عشرة الفولت كافيس بولتج هو بيك فاليو يعني طبعا عشان اكيد انا اصمم على البيك فاليو هيبقى ستة وستين في جزر اثنين عشان كده بحصلت على البيك واسم على جزر ثلاثة عشان اجيب اللاين فولتج هيطلع بثلاثة وخمسين وتسعة من عشرة اول حتة كان بيسأني وبيقولي عايز يعرف ماشي لو احنا افترضنا ان الانترشيس دوت كل انترشيس منهم الاولاني الديو متر بتاعه دي واحد والانترشيس التاني هيبقى دي اتنين سنتيمتر تمام بناء على كده هيبقى فيه تلات جهود جهود اسمه وفي تو وفي سري طب عشان الناس بس تبقى متذكرة كده هوريكوا ايه الرسمة دي كان فيها القصة ديت اه اللي هي الجهود ديت تمام ادي اه الانترشيس مسلا ادي الاولاني ودي الانترشيس التاني بالمقارنة بالارض هيبقى انا عندي تلات جهود تمام تعالوا بقى نبص نشوف هنعمل ايه في المسألة دي بناء على كده وعلى التوزيع اللي احنا هنوزحها يبقى عندنا عندنا ستلات وفي واحد وفي اتنين وفي تلاتة تمام? اه البولتش بطوين الكوندكتور والانترشيس الاولاني وفي فولت بين الانترشيس الاولاني والانترشيس التاني وطبعا هيبقى في جهد ما بين الانترشيس رقم اتنين والاوطر لد انترشيس الخارجي خاص طيب احنا عندنا اه ماكسيمامان بالنسبة لنا هتيبها المسلط مقسومة على دي على اتنين اللي هي الدي الصغيرة ده هي طبعا آآ على الدي آآ الدي ستيبها عبارة عن الجهد اللي هيبها موجود اللي هو اتنين. Okay. على. دي واحد على دي اتتنين على دي واحد والجي تلاتة مكسيمم هيبها عبارة عن تلاتة. آآ. مقسومة على دي تنين على اتنين الله قد دي كبيرة على ود البدنت. طبعا احن مเล envelope هنا احن بنحط هزا الكنام عشان نخل ج ي ماكسما مش ويف وهم كلهم واحدة يعني في اللاع Console قادمة والتانية هس ان احن نظبط ويقبله القيمة معينة يعني. فبالتالي هي ابقى في واحد على دي اتنين لق دي واحد على دي اتنين هي هي لقو d1 على د eye على دي اتنين去 d1 هي هي تمام كده هو هنبص نلاقي ان دي واحد طبعا هنفترض ان الجهد اللي هنا هنحطت ده عشان نزبط الكلام دوت فبالتاله هي باقي ان في وان هو الفي تو هو الفي سري على اساس ان احنا نقدر نزبط الموضوع دوت تمام يبا احنا عندنا كده هيطلع لنا من هنا طبعا الفي وان والفي تو والفي سري ده كده انهم لما يتقسمك انهم الطار والدي والدي والكلام ده كله برضه هنبص نلاقي الاسترس هيبقى دي واحد على آآ دي اللي هو بيساوي دي تنين على دي اللي هو بيساوي دي على دي تنين تمام صور ما عليش الجهد هنا هتبقى مش لا الجهد هنا هتبقى هتبقى مختلفة طبعا عشان ما سفات ولكن احنا ما نيجي نعوض من المعادلة دي في المعادلة دات هطلع لنا ايه من دي واحد على دي بيساوي دي تنين على دي واحد بيساوي دي على دي تنين اللي هو القيم اللي عند اللوب وهيطلع لنا ايضا ان في وان على دي هي 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 تلاتة على طيب. لو حلنا معدوثين جرمها عبعض هيطلع لنا ان دي واحد بيسوي دي في الدي اتنين. اللي هو عبارة عن اتنين دي اتنين هيطلع لنا ايضا ان دي اتنين هو دي واحد مقسوم على اتنين يعني هنبص انلاقي ان دي واحد في دي اتنين هي عبارة عن دي كبيرة في دي اللي هي عبارة عن دي كبيرة كتب خمسة وثلاثة من عشرة مضروبة في الدي اللي هي بتاعت الكوندكتور اللي هي الاتنين. هتطلع كده دي واحد في دي اتنين بعشرة ونص واحنا عندنا كمان يبقى العشرة ونص دية. هي عبارة عن مين? هي عبارة عن بي واحد في دي واحد على ال اتنين. اه من هنا هنقدر نطلع الدي واحد هتطلع لنا بكام باثنين وي هي بياهم سبعة ستة. اما عوق هنا عشان اجيب دي اتنين من المعادلة دية. هبصة ب bestimmى الدي اتنين هتطلع لنا بتلاتة وثمانية من عشرة. يبقى معنى كده ان احنا عندنا دي واحد والدي تنين دي تمثل الابعاد ما بين اه اللي هي الكوندكتور والايه فمعنى كده ان احنا عندنا الانترشيسنج الاولين هي بالدامتر بتاعه بثنين سبعة ستة والانترشيسنج التان هي بالدامتر بتاعه بتلاتة بثمانية من عشرة. طيب. هو مجموعة الجهود اللي هو فيه زائد V2 زائد V3 يبقى خمسة وثلاثين وي تسعة من عشر اللي ينفيز بطش هتساوي V1 زائد D1 عدي تنين في V1 زائد D2 عدي في V1 لو خدنا V1 ده كومان هنبص نلاقي ان V1 هيطلع اربعة واثنين وتمانية اربعة واثنين وتمانية ممية مضروب في V1 يبقى ازا ال V الكلية هتقبل ثلاثة وخمسين وتسعة من عشر هتقسمت على اربعة واثنين وتمانية عشر من مية هتطلع ال V1 باتناشر وي ستة من عشر كيلو فولت لو جينا نستخدر نفس الكلام بالنسبة لل V2 هنلاقي ان V2 هي ال D واحد على ال D مضروبة في V اللي هي عبارة عن اتنين بوين سفر سبعة ستة على اتنين في اتناشر وستة من عشر هيطلع ده الكلام ده بسبعتاشر بوين تلات تسعة كيلو فولت هيتفضل الجهد اللي هو عال اللي هو عبارة عن تسعة وخمسين بوين تنين ماينس اتناشر وستة من عشر هيطلع واحد واربعين كيلو فولت تمام وده اكسى يعتبر اكسى جهد موجود ايضا عالسكند انترشيس هيطلع لنا الجهد هو عبارة عن V ماينس بي وان ماينس بي تو اللي هو هيطلع تلاتة وعشرين واحد وتسعين من مية لو احنا بندور على الماكسيموم سترس هيطلع عند الجهد اللي هو V1 تمام كده هو الماكسيموم سترس هيطلع برضو لو جينا نحسبوه هيقبال عبارة عن بتاعة هيقبال V1 على دي على على اتنين لوب دي واحد على دي اللي هو عبارة عن تناشر وستة من عشر مقسومة على واحد في لوب تو بوين سيفين سكس على اتنين يطلع الكلام ده بتسعة وتلاتين كيلو فولت عالسنتيميتر وي المنم من برضو هيطلع عبارة عن V واحد في دي واحد على آآ آآ على دي اتنين هيطلع الكلام دوت آآ آآ لأ يبقى ديت آآ 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 هيطلع الكلام ده بتمانية وعشرين بوين تلاتة خمسة آآ طيب تعال نبص على الحتة دي بتاني كده مع بعض. يبقى زي ما احنا شايفين كده هتبقى بالنسبة لي الجهد اللي هنشيله بالنسبة لي هتبقى طبعا هي مقسومة على اتنين لوب دي وان على دي لما نعوض الكلام ده هيبقى اتنشرة وستة من عشرة على آآ آآ وان بوين سري ايت لوب دو بوين سيفين سيكس على اتنين فيطلع الجهد اللي هنا تمانية وعشرين وخمسة وثلاثين من ما. آآ طيب آآ يبقى ازا زي ما احنا اتفقنا ان احنا عندنا وطريقة تمثيلها كان كنا شفناها في اللي اللي فاتت وطبعا ديات الحتة اللي احنا كنا بنكلم عليها ان احنا عندنا ايه 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 بين الكوندكتر وبعضها وهي دي التلاتة سي اس ديت اللي هي الاكويفلانت بتاعهم لو احنا حولناهم لايه? لموضوع الاستاري اللي احنا كنا بنتكلم عليه. طب في مسألة زانية كمان ممكن نشوفها مع بعض برضو اللي هي بتتكلم على ان احنا لو عايزين نحسب الطيار بتاع او الطيار اللي هيمر بتاعدة الشرج بتاع مسلا هيبقى عامل ازاي عندنا سي ايه هتبقى عبارة عن سي ايه زائد السي ايه ديت السي بتاعت الايرس يعني اكا بس تنسبة من الكوندكتر والايرس بلاس تلاتة سي اس سي سي اللي هي بين الكوندكتر وبعضه اللي هي عبارة عن السي سي ديت اللي هي التلاتة بتاعت الجزء ده وهو تنسى كمان كان فيه هنا عندنا كابستنس بين الكوندكتر والايرس يعني لو ردينا كده اللي هو الجزء دوت تمام كده هو تيبقى ازا الاكويفلونت بتاعتهم هي عبارة عن سي ان هتبقى عبارة عن سي ايه زي التلاتة سي سي بطيار بتاعي على اساس ان انا عندي كابستنس وموجود علي جهر فهذا الكابستنس هيبقى فيه طيار شحن ايه بقى بتاعته هتبقى طيار اي سي هيبقى فيه فيز على الاكس الاكس رأتنس وكلنا عارفين الاكس سي هي عبارة عن واحد على اتنين باي اف سي بما ان الاكس سي تحت بكده ديك انها اتنين باي اف سي مضغوبة في الفي فيز والسي ان اللي هنا هي عبارة عن سي اي زي التلاتة سي اس نشوف بقى مسألة عن الموضوع ده بيقول لنا كابستنس بير كيلوميتر اوفزا سريب بيلت كابل عبارة عن تلاتة من عشرة ميكرو فارد خلوا بالكوا دي دي كبير كيلوميتر يعني لو انا عندي عدد معين من الكيلوميترات يقبل كابستنس دي هتتدريب في ايه في عدد الكيلوميترات ماشي اا بيقول لنا خلوا بالكوا إذا كده كابستنس اتدريب خمسة على اسف ان كابستنس دي كبير كيلومتر يعني تمام هوين كونكت سري فيز والفولتر اللي موجود بحضاشر كيلومتر بتاع السابلاي والفريكوانس الخمسين هيرتس يبقى كابستنس بتوين بير اوفزا كور وازا سير دي شيس بالنسبة لخمسة كيلومتر يبقى هو القيمة بتاعت وان كيلومتر زي هتدريب في خمسة تطلع واحد وخمسة من عشرة ميكرو فارد طبعا هنجيب الفيز اللي هي حضاشر كيلو مقسومة على جزر الزلاتة تمام هتطلع لنا بستمية اا بستة واحد وخمسين فولت والفريكوانس كان بخمسة فاحنا طبعا هنحسب السي كلية اللي هي عبارة عن تلاتة سي تلاتة اللي احنا كنا حسبناها يخليوا بالكم القيمة دي هو مديني مقاومة الكابستنس بتاعت الكور بالاضافة للكابستنس بتاعت الارس مش يطلع الكلام ده كله اتنين في واحد ونص هيطلع بتلاتة ميكرو فارد اا ايضا عندنا كمان هنا هي عبارة عن اتنين باي اف في السي ان مضروبة في 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 يطلع الكلام دوت بالنسبة لي معبارة عن اتنين في بايل في خمسين الوالفريكوانسي في تناتة في عشرة قصة ناية الستة في الفي فيز اللي احنا جبناها يطلع لنا طيار بعبارة عن تعتقد احنا كنا خدنا مسألة قبل كده شابها بجيت في اه المحاضرة اللي قبل كده اللي كانت على الكابلات طيب تعالوا كمان نبص على يعني دلوقتي انا عندي كابل عايز يمر فيه كارنت معينة فانا عايز احسب الكاباستي بتاعت الكارنت الاقصى ساعة الكابل ده ممكن ان هو يقدر يشيرها طبعا عشان نحسب اقصى ساعة اي بخلو بلكو ابناء معروف ان الطيار دايما هو عبارة عن ليه تأسير ايه ليه تأسير حراري بما ان الطيار ليه تأسير حراري فالطبيعي ان ايه اه ان احنا عندنا لازم نقول مدخلين التأسير الحراري اللي هو عبارة عن اللوسيز المختلفة اللي في الكابل لانها طبعا المفروض ان الكابل اه يعني هيقبى ليه درجة حرارة معينة مش مسموح ان هو يزيد عن لها فلازم تقبى جميع اللوسيز الموجودة تقبى محسوبة ومعروفة انها مش ممكن توصل الكابل ايه لدرجة الحرارة داي طب لو احنا بصينا على اللوسيز هنلاقي ان احنا عندنا في الحال فيه تلات انواع من اللوسيز في الكابلات فيه الكابلات فيه الكابر لوسيز دوت طبعا الموجود في في الكوندكتور فيه دوت خاص بالديلكتريك وفيه ده خاص بالشيس مثل انا عندي النور الموجودة في الكابلة تلات حاجات ويه اه طبعا دي المسؤول عنها البكوندكتور هاي list there's loss ايه الهو نتيجة لوجود نتيجة اللي هو طياره اللي بيمراه لاي dietary الشيس. طيب. اه المفروض ان ان درجة حالة الكابل يعني باي حال من الاحوال الدرجة المصلة دي الكابل انها ما زيتش عن خمسة وستين درجة مقوية. عشان اقدر احافظ على ايه? ان الكابل يمر فيه الطيار اه اه المسموح به. وفي نفس الوقت ما يعمل ليش اي مشكلة. اه بالنسبة للايه? بالنسبة للكابل اللي هيخلي الكابل يسخن مني ولا يخلي العجل يبتدي مثلا يعني هر نتيجة للسخونة ديت ولا الكلام ده كله. تمام? طيب احنا كده عايزين نحصل بقى المقاومة الناجة عن تأثير الحراري. طبعا لو احنا قلنا ان احنا عندنا وسط معين وعايز احصل بالسير مال ريزيستانس بين او بين نقطتين. تمام? هنقول ان هي عبارة عن الحرارة بين النقطتين دول مقسومة على مين? مقسومة على في خلال ايه? وحدة الزمن. بمعنى ان هو عبارة عن اللي هو الفرق ما بين درجة الحرارة عن نقطة معينة ونقطة اخرى. مقسومة على كمية اللي هي بتسرب في وحدة ايه الزمن. ممكن نقسها كمان بالوط عشان احنا هنتقلم بقى في ايه? في حاجات فيها ايه? يعني يعني دي اقرب شوية للفيزيكس فاحنا نبص بقى على هي عبارة عن الارتفاع في درجة الحرارة مقسومة على او الوط ديسيبيتد. تمام? يعني الاسة هتساوي التين اللي هي مقسومة على الوط. طيب. تعانيشوا بقى الاسترمال ريزيستنس ديت هتتحسب ازاي? الاسترمال ريزيستنس بالنسبالي احنا دايما اه استرمال ريزيستن بتتناسب مع طول الكابل ترديا مع طول الكابل وعكسيا مع مين? مع الارتفاع بتاع الكابل. لو حبيت اشيل ثابت التناسب ده هحط بدلو مسلا نكون استنطول يكون كيه يبقى الاس بساوي كيه في الال على ايه? الكلام ده طبعا بيفكرنا بالقانون بتاع الار بيساوي رو في الال على ايه? يعني ازا اكيد الكديدية هي هاتي بقى ايه? اوم برميتر. تمام? طيب احنا لو جينا فعلا نشوف هذا الموضوع ويجينا يبكي الوحدة هي اس في ايه على ايه? اه السيرمال ريزيستنس طبعا دي بتقاس بالاوم الاي بتقاس بالميتر سكوير اللينس بيقاس بالميتر. يبكي دي يونت بتاعتها سيرمال اوم بير ميتر. طب ايضا لو حبيل نفس بتاعت التايل الكتريك برضو. كلام دوت هو عبارة عن شبيه جدا برضو بالمقاومة بتاعت الدي الكتريك اللي احنا كنا اخدناها من المحاضرة اللي فاتت. اه هنقول ان احنا عندنا ادي الكوندكتور الكوندكتور دوت ليه اه ريدياس اسمه ار ودي اه اه الانترشيسة هوت ودي اه الار بتاعت الانترشيس اللي هي اروان. تمام? يبقى ازا اه الدلتا اس بتاعتنا. تمام? هي عبارة عن كيف? الدلتا اكس على اتنين بال. اس على السن احنا بنشتغل على ايه? على اه دلتا اس ديت ناظر. اه اللي هي التغير في المقاومة اللي هي بتاعت بتاعت الديلوكتريك. ببا ازن دلتا اس هتبقى هي عبارة عن كيف? في الدلتا اكس على اتنين باي اكس لو كاملنا هزا الكلام من ار ار وان زي نفس. الكلام ساعة ما احنا كنا بنحسب العادية بتاعت الكيبل. فانلا ان الكلام دوت هو عبارة عن اه هيطلع لنا برضو. هو عبارة على الار. طيب. تعالوا نشوف اكسر طيار او طيار المسموح به ساعة التحميل. اول حاجة احنا لازم نعرف اه ان احنا في شوية حيات كده لازم ناخدها في اعتبارنا زي وكل هزا الكلام. طب تعالوا بقى نتعرف فالبعض البرامتر كده اللي هي الصغيرة كده على اساس ايه? لما نيجي نكتب او نتكلم عليه تبقى نتعرف الكلام ده. الاي طبعا بالنسباني ديت هو الطيار المسموح به ان هو يمر في الكندكتور. الان ديت هي النامبر اف كوندكتور. الار هي الالكتريكا الريزيستانس بيروميتر. ايضا عندنا الاس هي التوتال سيرمان ريزيستانس. اللي هي بتاعت الديالكتريك وبتاعت السويل. لان برضو الارض المدفون فيها الكابل اللي هي برضو مقاومة حرية. خلوا بالكم من الموضوع ده. بالاضافة كده. اه تي هي الارتفاع في درجة الحرارة. اه بين مين ومين? بين الكندكتور وبين الارض اللي محتوصها الكندكتور. يعني مثلا اه هي عبارة عن ان انا بقيس درجة حالة الكندكتور. درجة حالة الارض قبل الفرق ما بينهم دوت هو ما يمثل التي اللي احنا بنتكلم عليها. طبعا تقبل ماشي. نتيجة لهذا الكلام هتقبل ان. في الاي سكوير في الار اللي هي عدد الكندكتور في مربع الطيار مضوع في مقامة الكابل. ده ما اعتبر ان انا اعملت الدايليكتريك. آآ لص واعملتي الشيس لص هنا. يبقى العبارة عن على السيرمال ايه? على السيرمال ريزيستنز اللي ما احنا اخدين من شوية. يبقى ازا الان في الاي سكوير ار هي بتساوي تيه على اس. يبقى هو من هنا آآ اللي المفروض يمر في كل كوندكتور هو عبارة عن الارتفاع في درجة الحرارة مقسومة على عدد الكندكتور في الريزيستنز في ايه? في الاس. تمام? طيب اتعن بصي على مسألة كده عشان نشوف الموضوع ده. هو بيقول لي يعني انا عندي كابل كده والكابل اللي عبارة عن سينجل كور وهي متمدد على الارض او وحططه على الارض يعني ماشي الكور ده متر بتاعه بتلاثين ملي متر والديليكتريك سيكنز بتاعه باربعين ملي متر والسيرما الريزيستيويتي اللي هي اا اه كانت بخمسة اا سيرما الامبر متر وكمان بيقول ان السيرما الريزيستنز بين الشيس والجراوند او خمسة خمسة واربعين ملايه ثيرما الامبر متر لينس كيبل وبيقول لي كمان اهم الانتا الالكتريك والشيس لوس وحسب لي الماكس اقصد ايام او مسموح بتحميله يعني في الكاب لن تزيد عن خمسة وخمسين دارة مقاوية وبيقول لي مقاومة الكابل التين بمية وعشرة مايكرو اوم برمتر احنا عندنا ايه لو جلنا احسب السهمة الريزيستنس بتاعت الديايلتري كيبل كلنا اعرفون الهول من شوية احنا اقلينه لو عبارة عن واحد بتسوي كيه على دنين باي لوج ايه في الار وان على الار طبعا الار ديات بالنسباني هي الار بتاعت الديامتر بتاعت الكوندكتور وهتقبى تلسين على الاتنين يعني تطلع بخمستاشر الار وان هي عبارة عن الار بتاعت الكوندكتور زائد السيكنس بتاع نفسه يبقى عندنا عشرة زائد اربعين. الف خمستاشر اللي هي تلعي التنوت. واضيف عليها الاربعين اللي هي عبارة عن بتاع كوندكتور. كلام ده يطلع لخمسة وخمسين ملي متر. يبقى كده بتساوي اه الكين اللي هي قال لينها بخمسة اهية. يبقى خمسة مقسومة على اتنين باي في لود خمسة وخمسين اللي هي على اللي هي بخمستاشر. تطلع اه بتاعتي هي واحد وتلاتة من مية يعني بكل ميتر لنز اه بتاع طب واحد وتلاتة من مية. وهو قال لي كمان ان بتاعت الخمسة واربعين من مية ودول طبعا اعتبروا كأنهم كل نكتبين سيريز. يبقى هتبقى اس واحد زائد اس اتنين يبقى واحد وتلاتة من مية زائد خمسة واربعين مية هتساوي واحد واربعة وتمانين من مية ميتر بر ايه برلنس يبقى حكيا حسبنا اه الاس بتاعتي والاركة اللي هو ميتهاني بمية وعشرة تمام في عشر استناء الستة اوم وهي عندنا قال لي ان درجة الحرقة مزيتش عن خمسة وخمسين يبقى الجزر التربيعي تي على ان في الار اس يبقى ازا هو عبارة عن خمسة وخمسين نقصوم على واحد في عشرة واحد اللي هو نمبر اف كوندكتور طبعا لان ذات ان هو قال لي ان هو كوندكتور واحد مضروبة في المقاومة اللي هي مية وعشة في عشرة استناء الستة مضروبة في الاس اللي هي واحد واربعة وتمانين مية يبقى كده هيطلع لكلام ده خمسمية واحد وتمانين انبير يبقى الكابل ده اقصى قيم الطيار يشيلها او الطيار المسموح بيه ان هو يشيله لغاية خمسمية واحد وتمانين انبير طيب اه لو جي نتكلم بقى على ايه على الكابل فولتس طبعا احنا عندنا في الحقيقة لو حبنا نحصر اه الحاجات اللي هي الاشياء اللي ممكن تؤدي الى عدوس فولتس اه في في الكابلات طبعا هي اخطاء كتيرة وهي بموضحها كتيرة فمثلا على سبيل المثال فيه طبعا اه بعض الفولتس ممكن تحصل نتيجة لايه ان الكوندكتور حصل فيه مشكلة تمام وبعض الفولتس التانية ممكن تحصل نتيجة ان حصل مثلا اي مشكلة في الانسوليش وفيه بعض انواع فولتس تانية ممكن تحصل نتيجة للشيس ممكن يكون حصل فيه مشكلة اه وبرضو ممكن بعض الحاجات تحصل نتيجة اه اللي هي الناس وهي بترمي الكابل مسلا ممكن تكون حطته في ارض معينة ومش دوت الكابل المناسب فتبتدي تحصل بعض التأكلات في الكابل فدوت هيقدي ليه لبعض المشاكل يعني اذا احنا ممكن لما نيجي نتكلم على الاخطاء اللي ممكن تحصل في الموصل اول حاجة انه ممكن يحصل عندنا تبعا ده ممكن مسلا يحدث نتيجة نتيجة الخطأ مسلا في ناس بتحفر ولا حاجة فنتيجة للحفر ده الكابل يروح ايه ما يقولش مسلا الناس وقدين بقى لو ان فيه كابل زحت كلام زي كده فيلقوا ايه يلقوا ان الكابل حصل فيه مشكلة ويكون الكابل ايه يتقطع ولا حاجة زي كده هو طيب فيه برضو بعض الحاجات التانية اللي ممكن تحصل نتيجة لحيوص شورت سيركت طبعا في الكابل هذا الشورت سيركت اللي موجود في الكابل ده ممكن برضو يحصل نتيجة ايه نتيجة لمسلا لحشرات لزواج يعني احنا لو بصينا مسلا على احنا بنقول ممكن مسلا يحصل نتيجة ايه نتيجة بقى اعمال حفر او كده هو لو انا عايز اشوف هل حصل ده اوبن ولا مش اوبن لو جبت ميجر وجيت اقس المقاومة بينه وبالايه بينه وبين البداية والنهاية مسلا او الاجزاء ديت بتاعة التابل هبصي بقى ممكن استخد الميجر فهبصي بقى الميجر هيديني آآ طبعا لانهاية فلبتالي كده انا حددت نوعا بتاعي ان هو عبارة عن ايه عبارة عن كوبن سيركت لان لازل اقس بالميجر لايه ان الكابل THE и اه 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 يعني الميجر نفسه اسماء الانهية في معنى كده ان فيه فتح في الدائرة لو جي نتكلم مثلا احاجة زي اللي احنا كنا بنتكلم عليها ديات نتيجة للدواحب لما جي مثلا ايس برضو بالميجر هبص سلاقي ان المقاومة هتديني سفر لان الكابل نفسه بقى حكة سلكة بالاضافة لكده لو احنا بنتكلم ان احنا عندنا ارس فولت مثلا على سبيل المسان اه ممكن يبقى برضو ايه نتيجة لما جي ايس العزل ما بين او 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 الشيس بتاع الكابل والكوندكتور نفسه هلا هيجديني طبعا برضو اه زيرو الميجر هيجديني زيرو فيه برضو قلنا بعض اخطاء تانية في الحقيقة دي مش كل الاخطاء اللي ممكن تحصل في او مش كل الاعطاء يعني اللي ممكن تحصل للكابل او الفولتس يعني ممكن بعض الفولتس تحصل نتيجة لايه حصل لانهيار او بريك داون للا ايه اه للمادة العزلة تمام اه دا طبعا ممكن يكون نتيجة ان احنا ايه مثلا يكون اه حصل خطأ اه لتشغيل مثلا الكابل دا يعني حطيته على جهد مش مناسب للجهد الوفيق او مثلا يكون فيه اي ايه تفريغ كهرابي حصل مثلا ادى المشكلة زي جدعوت ماشي ممكن برضو يحصل نتيجة ان فيه فيلير في العزل نتيجة برضو للايونيزيشن تمام اه نظرا ان مثلا يعني مثلا فيه نوعية معينة من نوعيات الكابلات زي اه الكابلات اللي هي الكابلات الزيتية دي ممكن يحصل هذا النوع من الانهيارات برضو ممكن يحصل العزل ينهار نتيجة مثلا الكابل سخن فالكابل اما يسخن طبعا مقاومة العزل هتقل وده هيؤدي خلاص ان ايه ان الكابل هتبدي ينهار بالاضافة كده مع طول الاستخدام برضو للكابل خلي بالكو ممكن برضو خلاص العزل نفسها تتغير تمام ممكن برضو زي ما احنا بنقول مثلا لو كلمنا على اه عشيس او ممكن يكون الكابل زي نفسه مثلا اثناء عملية النقل او اثناء عملية المد وكلام زي كده هو تعرض للاكتر من المرة لان الكابل التانى اكتر من مرات عديدة ده اثر عليه فبالتالي هيسبب شروخ في الكابل هزي الشروخ ممكن تؤدي برضو لمشاكل تمام يعني اصدا اقول ان ايه ان اخطاء الكابل طبعا مش سببها بس هو موضوع الكمن سيركيت والشورت سيركيت والايرس فولت لا ممكن يكون في اسباب متعلقة بالايه بالعوائز برضو لو احنا حبينا نشوف مثلا اه احنا مثلا عندنا كابل حصل فيه مشكلة طب يطرى الكابل اللي حصل فيه مشكلة هنعالج المشكلة ازاي او نحدد مكان القطع اللي حصل في الكابل ازاي لو احنا شوفنا هنلاقي ان فيه طريقتين في الحقيقة المشهورين حاجة اسمها الميري لوك تيست وحاجة اسمها الفيرتني لوك تيست احنا نتكلم عن الميري لوك تيست كده بسرعة على اساس ده بيبين لك ازاي ان احنا نقدر نحدد الفولت اللي حصل فيه في الكابل او مكان القطع اللي حصل في الكابل او مكان المشكلة على السيسم الكابل ده طبعا بيبقى ممدود لكيلومترات عديدة فاذا لازم يكون في طريقة معينة تخليني اقدر لنا اكتشف هذا الموضوع واللي منكم راح اتدرب في مثلا شركة من شركات الكهربا هيلقى لو كان في مشكلة في كابل هو بعارف ان في عربية بياخدوها بيبقى فيها الميري لوك تست ديت عشان يقدروا يختبروا الكابل ويعرفوا المشكلة اللي هي موجودة فين في الكابل ده طيب تعال نبص بصة كده عشان الدنيا تقوم بواضحة بالنسبة للايه للكابل دول هنبص اللي الميري لوك تست عاملة كده زي شبيهة كده شوية بحاجة نتواخدينها وعارفينها اللي هو كنتارة هيبقى في ايه اتنين زي ما انت شايفين بي وكيو دول احنا نبتدى نغير فيهم بغاية لما نوصل نقطة البلانس ادي مسلا ادي الكابل هوا تمام كده بنجي احنا نوصل بنحط هنا بين اطراف الكابل كده هوا تمام وادي هنا بيقبى فيه حاجة اسمها ساوين دي كابل وهي في هنا دوت الكابل بتاعنا اللي هو ايه اللي هو في المشكلة اصلا بنبص نلاقي ان المفروض البيع كيو بتساوي الار على الاكس طبعا نشوف كده الموجينا قلنا هزا الكلام عند البلانس طبعا انا لما زي ما انت شايفين كده لما نعود اغير في البي وغير في كيو وغاية لما يحصل بلانس طبعا كلنا عارفين بلانس يعني انا اللي قفلتك كده الا هيحصل ده مش هيمر في ايه اي طيار ولا مؤشر الجيلفانومتر ده هينحرف اصلا مجرد ما مؤشر الجيلفانومتر ده يثبت على زيرو بسعتا انا عرفت انه حصل بلانس فممكن اقدر احد طول الكابل طبعا انا لو معي رول هقدر استخدم رول غير كده الاجهزة وكل حاجة بتطلع لك الكلام ده وبتقول لك ان العزل ان القطع في الكابل حصل على بعد كزا من نقطة اللي انت بتختبر من عندها طيب اصلا اه عند البلانس اللي هيحصل ايه بالبيع كيو بتساوي ار على او بيعلى كيو زائد واحد بتساوي ار على اكس زائد ايه زاد واحد لو ضربنا طرفين فتinas هنا وعترفين فتان هنا بيعبال بي زائد كيو على كيو بيساوي الار زائد اكس على اكس. لو خلينا الار زائد اكس ديت هى عبارة عن بتاعت كل كأبل بيchat يبا بتساوي اتنين ار. اما جاء عود كده اقبال بيعلى كيو بيساوي اتنين ار علي اكس بيج MARTIN بالنسبة لي هو عبارة عن مين? هو عبارة عن المسئلة اللي الكابل اتقطع عندها. وده هي اتنين ارضية هي طول الكابل كله. طب تعال ما نشوف كده يبقى ايه اللي هيحصل بقى عندنا. يبقى عندنا كده عما نيجي نحسب هذا الكلام يبقى هقدر احسيب على طول الكابل يعني عشان اعرف وطع فيلم عندي النقطة اللي انا بقس فيها بيساوي قيمة بتاعت الكيو على مجموعة البي زائد الكيو كل ده مضروب في ايه? في اللينس بتاع الكابل ده هيطلع لمكان قطع الكابل مقارنة بالحتة اللي انا ايه? اللي انا موجود فيها. طب ما تجلوا نشوف مسئلة عشان ايه الدنيا هنا تبقى ايه? واضحة شوية. بيقول لي هو يعني انا عندي الكابل اللي انا بشوفه ما اقطع في انا الحتة هو اللينس بتاعه تلتمية متر. بيقول لي ماشي الار بتاعت البانس اللي حصل عندها البانس بتبقى خمستاشر اوم. مقاومة الساوند اللي هي المقاومة اللي احنا كنا شايفينها في الرسمة اسمها خمسة واربعين وعايز يحصيب الكالكوليت من نهاية التاست او من عندي التاست يعني. طب تعالوا بقى نشوف بس فين الكيو فين البي كده بس عشان ايه? بدون يحصيب واضحة. الناس اللي بعارفة. ادي البي. تمام? تمام واده ايه? واده كيو. واده الساوند كيبل. تمام? ده لي معينة يعني. طب تعالوا بقى نشوف احنا عندنا الدي هتساوي كيو على بي زائد كيو في اللينس بتاعة ايه الكابل. كيو هو قال لنا بخمستاشر البي كان قال لنا ساوند كور كيبل ديت بخمسة واربعين اوم. اه طبعا ده كابل ايه هو عبارة عن اتين في تلتمية بستمائة متر عشان او باللوب طبعا. يبقى عندي الدي بتاعتي هي عبارة عن خمستاشر. مقسومة على خمسة واربعين زائد خمستاشر في ستمية. يطلع لمسافة المكان قطع الكابل كان على بعد مية وخمسين المتر من النقطة اللي انا فيها. اه الكابل صبعا ايه احنا ضربنا هنا في اتنين عشان مسافة رايح جاي بتاعة الكابل وكده هو. اه هنا ايه ابنت لو جات لك مسأنا في هذا الموضوع من الدنيا بسيطة خالص. ابنت هتقول مقاومة الفولت مقسومة على مقاومة الفولت زائد مقاومة الساون ده كل ده مضروب في اتنين من الطول بتاع الكابل. يطلع اه الكابل مقطوع بالنسباني في ان هما كان بصد. كده احنا هنكتفي بهزا الجزء في موضوع الكابلات بقى هنقفل رايح هنا في موضوع الكابلات. اه اصلا اه كده يبدأ احنا اه بالنسبة للكابلات عموما استعارضنا اه يعني ايه ايه هي الكابلات استعارضنا ازاي قدر امسل الكابلات وقلنا ان الكابلات تنسي بتاعة الكابل دي تعتبر اكتر حاجة مميزة للكابل وتقتر حاجة اه مأثرة بمثالف الكابل وقلنا ان قيمة الكاباستنس دايما كان بتيبقى اكبر من قيمة الا اندابتنس وقلنا كمان ان احنا في عندنا انواع من الكابل وصنفنا الكابل تبقى لبعض التصريفات الكتيرة صنفناها تبقى مرة مثلا تبقى بنوع الانسوليشن اللي هستخدمه في الكابل صنفنا الكابل برضو تبقى للجهد اللي انا هصلطه على الكابل اتعرضنا لانواع الكابل زي قلنا احنا برضو قسمنا الكابل مالتي كور كابل وسنجل كور كابل اتعلمنا زي نحسي بالريزستنس بتاعة الكابل وتعلمنا نحسي بالكابستنس بتاع الكابل وتعلمنا في الشطر ده في اخره ازاي لو انا عندي كابل القطع ازاي اقدر احدد مكان القطع من خلال الميريلوب ونتكلمنا برضو عن ان احنا نقدر حتة ان احنا نحسي بالسيرمال الريزستنس بتاعة الكابل واتكلمنا على الديكتراكسترينس وزي حاولي ازاي ان انا اقدر اشوف احسب الريزستنس بتاعته احسب الريزستنس بتاعته احسب الطيارات اللي هيمر في الكابل اقصى طيار وبحد اقصى طيار ممكن يمر في الكابل بناء على درجة الحرارة واتكلمنا كمان على ان احنا عندنا ممكن نقدر ان المفروض ان طيار متاع الكابل ده لازم تكون صغيرة قدر الامكان تمام كده هوت يعني اه اتكلمنا في اغلب المواضيع اللي سقص الكابلات فرحة برضو بامانة الكابلات دي معضوحها كبير جدا برضو ولكن احنا بندى الوفرفيو ان يخليك تقدر ان انت ايه اتعامل مع الكابل ان شاء الله هيبى فيه شيء برضو في الكابلات هننزله هيحصل الكلام دوت كله وعشان مزيد من التزريب وطبعا احنا لو في اي مشكلة طبعا احضرنا الصباح على الفيس اي حد عنده اي سؤال عنده اي حاجة ممكن يسأل ويعني احنا متابعين لغاية لما نشوف الدنيا هيبى اخبرها ايه انت هننزل تانى ولا ايه وعموما بالتوفيق يا شباب وربنا يسهل وربنا يكرمكم يا رب واحنا كده كده متابعين مع بعض على الصلاة شكرا لكم شكرا لكم